البنات البنات يعني في كل المجالات دلوقتي البنات مكتسحين والبنات متقدمين دايماً وحيفضلوا طول الوقت عندهم إصرار كبير على النجاح وإصرار كبير على أنهم يثبتوا نفسهم ويدخلوا مجالات ما كانوش موجودين فيها قبل كده وخصوصاً واحدة بنتكلم على مجال زي الرمي بالبندقية والمسدس مجال رياضي جديد على البنات خلينا نروح لهالة في الستوديو حتقول لنا كل التفاصيل تاريت إمتى لحد ما وصلت للمدالية الفضية في مسابقة Target Sprint حالة صباح الخير صباح الخير ومفسوطة قوي أنت مشرفونا النهاردة ومبروك المدالية الفضية وقليلي استعدتي إزاي عشان توصلي للمدالية الفضية وانت شكلك صغير جداً أنا بدأ رمية من زمان قوي بس استعدت له البطولة إزاي بدأ من أنت عندك كم سنة وش معنى رمية؟ يعني المجال غريب على البنات أنا كان عاجبني قوي يعني كان شديدني ولما روحت جربت الكابتن سعيدها أخذني على طول دخلني فريق ولعبت بعدها على طول بطولاته بعد كده دخلت ما حدتش قال لك أنت بنت وده مجال مثلاً سمعت كده اللي هو رمية بنت بندقية بس عادي يعني ما فيهاش عمبه خالص يعني مش شايفة مش مسارعة مثلاً فيه عمب أو حاجة لا يعني عادية طيب انت بتقولي بدأك من زمان زمان ده اللي هو إي يعني؟ هو مفروض أي حد يقدر يبدأ من 12 سنة بس يعني أنا أختي بتلعب من أول من 12 سنة بس أنا بدأت أكبر شوية هذا الموضوع عندكم في البيت يعني آآ آآ أنا أخوتي الصغيرين 12 وتسع سنين بيلعبوا بيجيبوا مديليات كوي ydi Standard انا عاؼت مالت قليليات كم سنة渐 ال SKU أنا هتم اتنين عن عشرين ك Heil أقولك زمان أو أنا بدأت أحضر للبطولة أنا لعبت المسم كله بعد كده كان لازم أسافر عشان الجامعة بتاعتي وكان شعرت كنت بدرساتاً ده سلسى وكنت شعرت ازاي هتمرن وأنا معيش سلاح هناك وأكيد مش عرف تسافر بالسلاح فسافرت وبدأت دراسة واتمرنت هناك لوحدي كنت باتبع مع الكابتن بتاعي أو الكابتن بتوعي وكل يوم يعني أنت تبرينك في مصر لكن دراستك بقت برا مصر بالضبط فأنا كنت لازم يعني أتصرف أنا عايز أخش البطولة دي مهمة جدا بالنسبة لي بس مش عارف أعمل إيه أتمرن إزاي فاتمرنت هناك اتصرفت معي سلاح كان عندي شمسية عملتها سلاح وأتمرن عليها إن شاء الله إصرار هو المكان اللي بتتدرابي فيه ولا أنت بتتدرابي مع نفسك بتتمرن مع نفسي يعني كنت بتمرن رمية منتل معيش سلاح فبتتمرن منتل بس الرياضة دي مش موجودة في المكان اللي انت موجودة فيه لا مش يعني موجودة بس بعيدة عني خالص مش في المدينة اللي أنا فيها فكنت بتمرن منتل ببعد كل يوم للكابتن نظام أكل معين تمرين كذا كان موضوع مرهك قوي كمان إن أنا معيش الفريق بتاعي وبتمرن فترة طويلة ومحتاجة بريك فعلا كنت ساعة بقعدة عاية اللي هو أنا عايزة بريك بقى تعبت وبعد كده بقى كان ناقص على البطولة أسبوع خلاص ولازم أنزل حجزت تيكت وروحت هناك التفتيش ما كانش أحسن حاجة وآخروني هناك في المطار والطيارة رحت علي بسببهم يعني أنت كل الظروف كانت ضدك يعني ما فيش سلاحة تتدرابي بيه وتدرابتي بشمسية وطيارة تروح عليكي وفي الآخر رجع بالفضية وععدت كثير قوي يعني أحاولش في فلوس التاكت وما قلتش لأهلي ما عاملانهم سوربرايز وقالها للكابتن ولأخويا بس وبعد كده وععدت يومين ما نمش قبل الطيارة عشان يعني ما يفعش تروح علي ده أمل الوحيد يعني ععدت بقى خمس ساعات في المطار رعاية مش مقتنعة إن أنا مش نزوز طيارة رحت لعني البطولة والتمرين وكل حاجة راحت بس أخويا بعد كده أجاب لي تيكت يدية تانية ونزلت قابله بطولة بخمس سيئين بس مرنت مع الفريق بقى والحمد لله لازم تجيبي له حاجة لازم لأنه هو ساهم في الفضية أوه والله بجد طيب واضح إنها مش أول مديليا احنا شايفين ما شاء الله مديليات متعددة فعايزين نسمع الحكاية يعني أخدتي مديليات إمتى كسبتي مع المنتخب مثلا احكي لنا أكتر أنا كنت بلعب محلي عادي والحمد لله كنت الأول بجيب مثلا تالي بعد تاني بعد كده عادت أجيب أول وبعد كده جبت قبل كده رابع علم وسادس عرب قبل كده وفيه بطولة اسمها الشيخة فاطمة جبت فيها سادس برضو قبل كده بس ما شاء الله يعني أنت اتنين واشفين سنة وعندنا دول خمس مديليات ومعانا فضية فيه تاني بس في الشنطة كمان عشان ما فيش مكان بس نعرف ودي أخير واحدة بقى دي اللي احنا لسا ودينها دلوقتي طيب المنافسات عاملة ازاي بجد المسابقة ومنافسات كمان عاملة ازاي ومستوى مصر في اللعبة دي عامل ايه لا في اللعبة دي مستوى مصر ما شاء الله حلو جدا عندنا الرجال واخدين أول أربع مراكز عادوا ألمانيا وبريطانيا وكل حاجة يعني هما أصلا بيخافوا مننا بيقولوا علينا الفرعنة محدش بيكسب الفرعنة المنافسة طبعا كتت قوية جدا في بلاد كتير قوي بنجري المسابقة ازاي أصلا بنجري ألف وماتين متر متقسمة تلات مراحل بنجري الأول ربعمية متر ونضرب خمسة تارجت ونجري ربعمية متر تاني وخمسة تارجت مضربهم ربعمية متر تالت وبنفنش كل ده في طايم معين والبطولة بتاعتنا كان يعني بعبنا ببطولتين في يوم واحد بس وده كان شيء صعب جدا أن أجري ألف وماتين متر مرتين في يوم واحد بينهم ساعتين ولازم تعملي طايم معين عشان أقلي طايم ده الأول بعد كده التاني فموضوع كان مرهق طب هلا كنت بتقول لنا قبل الهواء أنه فيه أنواع كتير للرمية أن الموضوع مش بس تعد فلو تشرح لنا كده فيه رمية ضغطة هوا بندقية أنا برضو بلعبها بتلبسي بدلة وبتقافي ثبات كده وبتضرابي على هدف المسافة بتاعته عشرة متر وبتضرابي ستين البطولة بتعبارها عن ستين هدف بتضرابيه وبيجمع البوينتات وأكبر بوينتات ده الأول وفيه مسدس برضو على عشرة متر بس التارجيب بتاعه بيكون أكبر من البندقية وفيه بقى بعد كده رمية حية بقى أنا عجبني أن أنت كان عندك حلم من ونت صغيرة أن أنت تكوني حاجة وحققتيه مش كده؟ الحمد لله يعني من ونت صغيرة كان عندنا صورة بصي هنريضها كانت بقى إيه أنا بطلة العالم مش كده؟ أوه أنا عايزة أقول حاجة دي مش من وانا صغيرة دي كان تارجيب كنت عاملها كل يوم قبل منام أوه أنت ما زلت صغيرة بس نبدأ إيه يش ما أنا صغيرة قوي يعني كان كل يوم قبل منام أكتب أنا بطلة العالم عشر مرات وأول مسح النوت جنبي أنا بطلة العالم عشر مرات كان الكابتن طالبها مني كل يوم لازم لازم أبعت له الورقة دي الصبح وبالليل بتفرق؟ أوه دي منتل اللي بتفرق جدا جدا كلكم لازم تتضربوا على حاجة زي أوه بتحفزكوا يعني فعلا يعني هي اللعبة بتاعتنا أصلا منتل أكتر ما هي أي حاجة يعني أنا عشان معيش سلاح كنت بعض أتضرب منتل قبل البطولة أو بين البطولتين كنت بعض في حتة على جنبي كده وغم أضعيني وقعد ألعب منتل البطولة أنا دلوقتي هجري أنا دلوقتي دخل أضرب أنا هجري تاني أنا دلوقتي خلاص خلصت وأنت عادة في مكاني وأنا في مكاني بلعب البطولة كلها بس بوزيتف بقى أنا دلوقتي طلعت الأولى أنا هطلع دلوقتي هتكرم بلعب كل حاجة منتل والكابتن كان بيقولك إيه بقى على التفكير بالطريقة دي؟ كان دائما بيقولي لازم أفكر بوزيتف كل منتل بتاعي يكون بوزيتف أنا بطل تعالم أنا ما فيش حد أحسن مني أنا هارف أكسبهم ألعب البطولة لازم ألعب البطولة منتل قعد أشوف الهدف بتاعي منتل وأشوفه هو بيقفل ما ضيعش هدف مثلاً فكان كل التفكير بوزيتف طب أهلا مين اللي وداكي بالحتة دي؟ يعني ليه؟ شفت مين مثلاً في الموضوع عجبك؟ فكرت إزاي فاختارت التجاهدة؟ أهلك ليهم دور في الموضوع؟ أوه طبعاً أهما في ظهري دايماً وبيشجعوني دايماً وأنا رحت أجرب كده عشان أنا النادي جنب البيت بتاعي وكان عاجبني قوي وكان عاجبني البندقية يعني البندقية ودخلته وجربته ساعتها الكابتن قال لي خوص إحنا هندخلك معنا الفريق كنت فرحانة جداً بقى كنت بتلعبي حاجة من وانت صغيرة؟ يعني هنتي ألعاب معينة تأهلك أنك تدخلي رماية؟ آآ رماية لأ بس أنا كنت بلعب كل يعني بلعب سباحة كنت بلعب بليه لعبت كل الألعاب بس ده فدني في فتنس في الجاري كنت بلعب كل حاجة يعتبر عندك هوايات تانية؟ بعض في فعل كمانجة طب إيه اللي جاب يعني إيه اللي جاب الكمانجة؟ شوف كمانجة وسلاح مش لاقينها على بعض حط لنجم بعض ازاي يعني؟ عادي ممكن واحد يعمل كل حاجة الستان بتعرف تعمل كذا حاجة ايوة دي حقيقة لا مش قلو صغيرة كمان برضو ما هي بتبعبات أبدل طبعا طيب رد فعل أهلك ايه بعد ما خدت لنا الفضلية؟ ما كانوش مصدق هم هوا ما كانش حد مصدق وأهلي ما كانوش مصدقين ومامتي قاعدت تعايد ساعتها ومش كان موقف يعني كانتش مصدقة خالص خصوصا إن انت بتقولي إنه الموضوع ما كانش سهل وانزلتي قبل البطورة بأيام قليلة هم كانوا عايشين معايا كل دوانة في التمرين مثلا كنت بجري على تريد ميل وقعت وتعورت وقعت عايت وقعت حكي له حتى حكيت لي الكابتن وقال لي أنا مبسوط جدا كده إحنا كده ماشيين في الطريق الصح طالما بتتمر مطي بقى إحنا صحة دي عقلية المدرب بقى اللي بتفرق مع اللاعب في إنه يدفعه ويحمسه رغم الظروف اللي هو ما موجود فيها يعني انت ما كانش معاكي بندقية فهتخيل لو كان معاكي بندقية كنت عملت ايه مثلا مركز الأول طبعا إن شاء الله كنت تتخذ ذهبية الدهبية في المسابقة دي بردو لمصر الدهبية في الولاد آكت لمصر لا عايزين ناخد الدعب ما نسيبوش للولاد تاني يعني آآ آآ الموراك جاي إن شاء الله إن شاء الله طيب انت كان لك صورة وانت بتقبلي والدتك بعد تدويجك بالبطولة وانت تقولين يا كدب بتعايت ومش مصداقة نفسها كمان ده حقيق هي لأنه الدعم هي المسألة مسألة دعم فكرة إن الأسرة تدعم ابنها شايفاه بيعمل حاجة وبيتقدم وبيتفوق بيعمل رياضة بيحبها آآ المدربين بيشجعوه بدأ ياخد بطولات ويحصد ميداليات فهنا لازم الأهل يقفوا في ظهر ابنهم عشان يوصلوا للمرحلة انت وصلتها أنا أمامتي يا طبار كتهي اللي بتعب البطولة مش أنا من تشجيعها وجريها ورايا يعني بتتعب بتقام روحة بالبطولة رجليها وجعيها أكي إنها هي اللي جريت مش أنا فهي بجد تستحقها هي وبابايا وأهلي وهم يعني دايما في ضحي طبعا بنقدموك كل التحية طب بيكونوا تأكيد دايما يا هلا الأمهات والأباء بيخافوا إنه الرياضة تعطل عن الدراسة وانتي ما شاء الله باش مهندسة يعني فإزاي أوفقتي في دا وإزاي أهلك ساعدوكي إنه مسألة إنك بتتمرني رياضة ما وما شاء الله يعني بتدخلي بطولات عالم ما يأثرش على مجاكرتك موضوع صعب فعلا قوي قوي يعني أنا مثلا يوم البطولة كان عندي محاضرة واخدأ لابتوب معايا يوم البطولة بحاول أعمل لتنم مع بعض أحاول أوفق والحمد لله السنة فاتج جريت عالية فموكن ده كرم من ربنا يعني عشان بيشوفني إن أنا بقى تعب فـ صحيح بيجافئك طبعا يعني بحاول أعمل بالانس ما بين الاتنين على قد ما أقدر طيب قلت إن أنت وانت برك وانت قاعدة ومفيش معاك حد من أعضاء الفريق مين هم بقى أعضاء الفريق لو أنتعرف عليهم؟ الكابتن سرحان وكابتن باسل هم بجد عايز أشكرهم عشان هم كانوا مشجعوني دايما وأنا هناك وشد حيلك هتعرف تعملي؟ لأ كان يعود يقول لي استرجيلي كده وقل له مثلا النهاردة أنا حصلي كذا كذا وكنت من دايقة لأ استرجيلي أيها هي الكلمة دي يعود يقول لي انت شافي كده هتعمليها مفيش حد أحسن من حد أنت تعبتي ربنا هيكافئك ومجد كانوا بيشجعوني وأنا عايزة أشكرهم على دعمهم ليا طيب عايزة أسألك كبنت رياضة زي دي غيرت فيك إيه؟ أو ساعدتك إزاي؟ الصبر بقى في حياتك الصبر عشان هي تحس إن أي حد بلعب رماية رازم يكون بالد قوي هو فيه فرق في رماية بين الولاد والبنات؟ يعني فرق التدريب فرق في البطولة؟ يعني قوانين اللعبة مختلفة بين البنات والبنات؟ هو بيجري وبيلعب ويسلمني ولغاية كده وقال الطايم هو ده الأول والثاني والثالث فيه مساواة يعني في اللعبة لكن اللي يقى البدنية بالتأكيد بتفرق يعني لعبة في الأساس بتعتمد على الجاري هم الولاد فعلا أكوى الصراحة يعني أكوى يعني الطايم بتاعهم أحسن طايم في العالم بتاع مصر بتاع الأولاد في الجاري بتاع ربمائة متر أوه قد الجاري ورماية مع بعض ما شاء الله يعني بقى للإمكانيات بقى لحاجة يعني بيعملوا من أي حاجة حاجة ويعملوها بجد وليم تعمل تيمش شوية الحقيقة هاي بجد إن شاء الله نتمنىك مزيد من التقدم والنجاح حياتك الرياضية وحياتك العلمية كمان يعني قدوة ونموذج يحتذى بيه ما شاء الله يا هالة شرفنا بيك النهار ده بصباح الخير يا مصر وطبعا بنوجه التحية طبعا لأسرتك لسعادتك إنك توصلي لده ولكل أسرة مصرية تتمنى إن ابنها أو بنتها يكونوا زيك في مجال رياضي أو كمان على المستوى العلمي بنشكرك شكرا جزيلا وطبعا بنحيي المدربين اللي كانوا قائمين على تدريبك عشان توصلي النهار ده للانتحاقاتي هالة عتمان بشكرك شكرا جزيلا على عبودك معانا النهار ده نورتينه شكرا لك هالة شرفتينه ونورتينه شكرا لك شكرا